خمس تجارب في الزكاية الاصطناعي هتخسر كتير لو معرفتهمش هل انت مستعد لاستكشاف السر؟ تطور صريع في الزكاية الاصطناعي وكل يوم بيظهر جديد وعشان تبقى دايما عارف الجديد فانا دايما بقدم لك الجديد عشان تبقى دايما في الخط ومايفوتكش اي حاجة ولو عاوز دايما نشوف الجديد فاشترك في القناة وفعل زي جرس علشان شوف كل الفيديوهات الجديدة وسأل لوقتك وشوف الفيديوهات القديمة فالفيديو دا جايب لك خمس تجارب في الزكاية الاصطناعي لازم تتعرف عليهم ورقم خمسة لأول مرة نتكلم فيها في القناة فمن غير رغي كتير هل انت مستعد لاستكشاف السر؟ يلا بينا تجربة حلوة قوي عملتها باستخدام موقع فيديو ستوديو وهي ان انا دخلت للموقع وطلبت من ان هو يعمل لي العاب نارية كBFX او كمؤسر بصر لو انت لم تتعرفش فانا شرح موقع فيديو ستوديو شرحه بالكامل في القناة تقدر تراجع الفيديوهات وتشوف شرح الفيديو عشان نجرب دا هنضغط على Create Video هندخل هنا في المربع دا بتكتب البروميت اللي انت عايز تعمله ممكن تعمل بروميت باستخدام الزكاية الاصطناعي او ممكن تكتبه بالعربي هنا عادي انا هنا طلبت منه ان هو يعمل لي Fire Workers او ألعاب نارية متنوعة وتكون الخلفية سودة يعني خلفية الالعاب دي تكون سودة وكانت النتيجة بعد ما عملت Create ان هو عملي فيديو بالشكل دا الفيديو حلوة جدا ونتيجة كويسة جدا بعد كده نزلت طلبت منه ان هو يعمل لي اوبسكيل الفيديو عشان يكون جودة الفيديو احسن وكانت دي النتيجة وبعد كده عملت تنزيل للفيديو من هنا طب ايه اللي انا هستفيده لما انا احصل على فيديو بالشكل دا تعالوا نشوف مثلا في برنامج المونتاج زي برنامج كامتازيا ممكن ان انا مثلا عندي فيديو زي دا وحابب ان انا اعمل مؤسر بصري ويكون مثلا عبارة عن Fireworks او العاب نارية فانا هاجد الوقت هسحب الفيديو اللي انا عملته واشوف هستخدمه ازاي ده الفيديو اللي انا عملته هسحبه كده واروح على البرنامج المونتاج وهضيفه هنا كده لو انت لاحظت هتليه ظاهر زي ما هو بالشكل ده طبعا ممكن هتحكم في الابعاد بتاعته مثلا اخليه بقى في كامل الشاشة كده ازاي بقى خلال الالعاب النارية تظهر وفي نفس الوقت يتبقى اللي يبقى الفيديو الاساسي يبقى يظهر بروح مثلا حاجة اسمها Visual Effects او ايا كان البرنامج بيبقى فيه حاجة دايما اسمها Blend Mode ودي مثلا لما انت بتختارها او تسحبها كده تلقائيا هو بيشيل اللون اللي هو الاسود واللي هي بتبقى هنا المود بتاعها Screen فيصبح عندك هنا ان الفيديو اللي تحت اصلا زاير بس هيضيف لي العلامة المائية بس هيضيف لي المؤثرات البصرية لو انا جيت هنا وقفت على المؤثر البصر بتاعي على العين هتلاحظ ان هو اختف هدوس تاني هيظهر بالشكل ده وهتبقى دي النتيجة بالشكل ده اقدر طبعا اضيف اصوات الفرقعة والحاجات دي لو انا مسلا ما انش لاقي اصوات اقدر ان انا اضيفها وقدر ازبط الممتاج بتاعي التجربة التانية وهي باستخدام موقع شات جي بي تي لو انت بتستخدم موقع شات جي بي تي فعايز اقولك ان موقع شات جي بي تي بيتيح لكي استخدام كل الخصائص بتاعته بشكل مجاني ولكن بتكون محدودة من ضمن ده ان انت ممكن تعمل صور باستخدام الموقع تقدر تعملها ان انت بتطلب منه على طول ان هو مسلا يعمل لك صورة معينة او حتى لو انت ضغطت على كريت ايميج هيعمل لك كريت ايميج على طول او صورة كمان انت عندك حاجة اسمها الاجس بلور جي بي تي اس ودي بيبقى فيها يعني حاجات جاهزة في الموقع تقدر تستخدمها بشكل مباشر من ضمن الحاجات دي مثلا عندك فيه هنا الدل اي ثري ودي خاصة طبعا بصور وعندك حاجة اسمها الامج جينوريتور لو انت استخدمت اي حاجة من الحاجات دي على طول هينافز لك الاوامر بس بشكل متخصص او ان انا ممكن ارجع تاني لشات جديد وهطلب منه هنا في مربع ده ان هو مثلا يعمل له تصميم وليكن مثلا هطلب منه يعمل له تصميم كن بانشاء صورة ثلاثية الابعاد لطفل يجلس في فصل يرتدي تشيرت احمر وبنطلون ازرق وشوز ابيض عمره 3 سنوات شعره اسود ابعاده الصورة 16-9 وهي صورة عريضة وبعد كده هضغط على ارسال هيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لي التصميم بالشكل ده طبعا تقدر تعمل تصميمات بابعاد مختلفة باستخدام شات جي بي تي ولكن بيكون بشكل محدود وطبعا دي ميزة جميلة جدا برضو متاحة حاليا في الموقع ودي كانت النتيجة نتيجة جميلة جدا عمل الصورة بالابعاد اللي احنا اخترناه طبعا الميزة دي بتكون كويسة جدا لو انت مثلا بتعمل قصص اطفال ولا حاجة فبيقدر يحفظ لك على سبات الشخصية لو هتعمل اكتر من صورة تقدر برضو تجرب ده باستخدام موقع التجربة التالتة وهي استخدام موقع لانشاء فيديو يوتيوب بدون ظهور وكل ده عن طريق ان انت بس بتكتب بروميت او بتكتب نص بيحولهولك للفيديو احترافي جدا تقدر تنشره على اليوتيوب بعد ما بتسجل حساب في الموقع عن طريق ساين اوب لو ده اول مرة تسجل حساب هيحولك هنا على الصفحة دي هعمل تسجيل حساب سواء بالايميل او باستخدام جوجل وتلقائيا هيفتح معايا الحساب بالشكل ده هتظهر لك الصفحة بالشكل ده هتلاعز هنا ان فيه موديل اللي هو الفيرجن 2 وفيه فيرجن 1 هنستخدم مع بعض فيرجن 2 الفكرة هنا ان انت بتكتب هنا الكلام اللي انت عايزه وبعد كده بتضغط على جنوريتا فيديو عشان يعمل لك الفيديو اللي انت عايزه ولكن فيه برضو طريقة كويسة هتلاعز عندك تحت هنا فيه اللي هو الورك فلوز زي مثلا بقولك انت عايز يوتيوب اكسيبلينر عايز سكريبت دو فيديو عايز يوتيوب شورتس ايه اللي انت محتاجه كمان لو ضغطت على اكسيبلور اول هاجيب لك كل المتاح ممكن كمان تعمل تيك توك فيديو تقدر تعمل انستجرام كل ده متاح نفطارد مثلا ان هقول له عايز يوتيوب هضغط عليه بالشكل ده هيفتح لي هنا يقول لي انت عايز مثلا فيديو من دوتو قد دي هقول له مثلا دقيقة اقدر اختار اكتر من كده توصل معاك لحد خمسة وعشرين دقيقة وممكن تختار اكتر هنا بنكتب بالموضوع اللي احنا عايز له مثلا هقول له اكتب او كن بنشاء فيديو يتحدث عن اسرار البحار والثروة السمكية هنا ممكن نضيف حاجات برضو تفاصيل اكتر من رأيك او ما نضيفش ممكن تكتب انت لو عايز مثلا طبيعتها ايه ممكن مثلا نقول له دراما اللغة هقول له اللغة العربية وعندك طبعا اكتر من اللغة انا اخترت اللغة العربية محتاج مثلا ميل او في ميل على حسب انت عاوز الصوت برضو هسيبه عشوائي وهنا طبعا ممكن يقول لك اضيف سبتايتل لو انت عايز تضيف عنوان هقول له اد يعني سبتايتل هسيب له الموضوع المتاح مش محتاج ده مش لازم اكتبه وهنا بيقول لك انت محتاج تستخدم اي ستوك ولا انا هقول له عايز تستخدمه او كي وده موقع بيجيب منه الاكتباسات بتاعته او الصور او الفيديوهات او حاجات دي ممكن استخدم الاوديو من يوتيوب اوكي وبعد كده هضغط على كونتينيو تلقيا هو هنا جهز بتاعي وبعد كده هضغط على فيديو عشان يبدأ نشوف هيعمل لنا فيديو عامل ازاي هنا جاب لي برضو تفاصيل اخرى زي مثلا قال لي محب الطبيعة سيدين اختر لي انت عايز قلت له محب الطبيعة قال لي هنا في دراماتيك في كلين في حاجات زي كده قلت له دراماتيك البلادفورم يوتيوب قلت له بيوتيوب هبدأ عاد كده هضغط على كونتينيو عشان هيبدأ دلوقتي بقى يعمل لك الفيديو بالشكل ده لا اعتقد ان الكثيرين يدركون الثروة الهائلة الكامنة تحت سطح المحيط هيا بنا نكشف اسرار وروائع الحياة البحرية تغطي المحيطات اكثر من 70 ميائي من كوكبنا ومع ذلك لا تزال اعماقها مجهولة الى حد كبير فالحياة البحرية من اصغر العوالق الى اضخم الحيتان تشكل رقصة رائعة من البقاء والروع هل تعلم انه يتم اكتشاف انواعك؟ بصراحة شايف ان نتيجة كويسة جدا ولكن في حاجة لفتة انتباهي ان هو لو احنا مثلا قلنا ما تستخدمش اي ستوك فهو هنا برضو بيستخدم شاتر ستوك وحاجات زي كده وده معنا ان هو بيكتبس الفيديوهات دي من المواقع لزي دي فهل ده هيكون متاح ان انت تستخدمه على اليوتيوب مثلا او كده؟ ده برضو محتاج تسألات كتيرة جدا لكن بالتأكيد لو هو اللي بيعمل الحاجات دي بنفسه هيكون موضوع مختلف هنا طبعا زي ما احنا ملاحظين هتلاحز هنا الجودة الفيديوهات بتوصل لحد الف وتمانين عجبك الفيديو بتقدر تعمله دونلود لو انت مثلا شايف ان الفيديو محتاج ان انت مثلا تعمله تقدر ان انت تضيف اي تعديل هنا وتعمل فيعدلك على الفيديو اذا كنا خلاص هنختار فلما نيجي نعمل هنا بتختار هنا نفس الحاجات دي اللي طبعا ما ينفعش او ممكن طبعا بتكون متاحة فقط للناس المشتركين فعشان نستخدم نفس الامكانيات ديت هنضطر ان احنا نعمل للموقع او ان انت مثلا تختار ممكن نختار نورمل فيصبح عندك هنا متاح ان انت تعمل وبالتالي تقدر تعمل التجربة الرابعة هنعملها باستخدام خاصية ولو انت متعرفش في خاصية دلوقتي مكسرة ديني لان هي خاصية احترافية جدا بتعمل تصميمات رائعة جدا يعني عايز اقول لك ان هي بتنفس بشدة كل المواقع اللي قبل كده كنت انا اشعر ترك في فيديو قبل كده ان انت ممكن تستخدم باستخدام تلت طرق والنهاردة جايب لك برضو طريقة زيادة وهي موقع موقع تنسو تنسو هو من افضل المواقع اللي انت ممكن تعمل بها تصميمات بس انا هركز النهاردة فيه على خاصية ازاي ممكن نستخدمه بعد ما تفتح الموقع لازم تضغط على من سين ان هتسجل حساب عادي زي ما بنعمل في كل مرة وبعد كده تبدأ تستخدم الموقع بعد ما تسجل حساب هنروح هنا هتلاحز على طول ظاهر لك هنا عشان استخدم هنضغط على هنا نضغط على هيحولنا على الصفحة دي هتيجي هنا في الصفحة دي بيجيب لك هنا اقول لك تكتب هنا الخاص بك تقدر هنا تتحكم في الابعاد وتكتبها بشكل تلقاي لو انا مسلا عايز البعد يكون هكتب هنا الف تسعمية وعشرين وهنا هكتب الف وتمانين اصبح عندي البعد بالشكل ده هنسيب البقى لابعاد زي ما هي عايز تغير فيها تمام وبعد كده هنا بنيجي بقى نكتب الكلام اللي احنا عايزينه اي كلام هتكتبه هنا بعد ما تضغط على جوه هيبدأ يعمل لك نتائج احترافية جدا لكن تتخيل ان دي نتيجة اتعاملت باستخدام الموقع بصراحة التصميم يا كد يكون متصور مش قادر هتخيل ان ده معمول باستخدام زي كان صناعي الدكة في التفاصيل وفي كل حاجة هنا في الاطراف هتلاقي كل حاجة مظبوطة معمولة بالزبط ما فيش اخطاء مسلا دي كانت تجربة باستخدام وده تصميم لحصان بالتصميم دي في قلب الصحرة معمول بتفاصيل لزيزة وبصراحة الموقع يستقل ان انتو لازم تجربوه كمان النتيجة لو وعملت انت مثلا تصميم شخص حقيقي شخص عربي عجوز وماسك ايفون في ايده او ماسك موبايل في ايده يعني الصورة طبعا استحال حد يصدق ان دي هتمعمولة بالزكية للصناعي اللي شوف دي قول دي متصورة رسمي مفيش فارق ما بينها وما بين الحقيقة مسلاحة تجربة حلوة التجربة الاخيرة معنا النهاردة وهي التجربة باستخدام الموقع الرائع موقع سونو الموقع ده تقدر من خلاله تعمل اغنية باستخدام زكية للصناعي يعني تقدر ان انت تكتب لوصف اغنية معانا هو بيحولها لك لاغنية تقدر تتغنى بشكل كامل عشان تستغادم الموقع هتدخل على الموقع سونو دوت كوم هتضغط على ساين ان هتسجل حساب في الموقع برضو بنفس الطريقة اللي احنا بنسجل بها بعد ما تسجل حساب هيزهر معك الموقع بشكل ده تضغط على هتجي هنا في المكان ده بتكتب هنا مسلا ممكن تطلب منه هو يعمل لك اغنية مسلا تعليمية اغنية ايا كان فانت بتدي له التفاصيل اللي بناء عليها بيشتغل عليها ازاي ممكن نعمل ده هتلاحز هنا في حاجة اسمها وهنا بتقدر تكتب يوصل لحد متين حرف وبناء عليه هو اللي بيعلف لك الاغنية او انك لو راح تضغط عليك بيجي هنا وبتلاحز هنا ان بيجيب لك تلات تلاف حرف تقدر ان انت مسلا هنا تكتب الكلمات بتاعت الاغنية بتاعتك واللي بناء عليها هيقدر يحاولها لك الاغنية احترافية تعال كده نجرب نكتب حاجة هنروح مسلا على الشاتج بيتي وهاجه هنا هقول له قم بتأليف اغنية تعليمية للاطفال لتعليمهم اللغة الانجليزية بعد كده هضغط على ارسال هيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لي هنا المقاطع بالشكل ده بدا يزبط لي المقاطع هنا هرجع تاني هنا لتشاتج بيتيه هقول له قم بكتابة الاغنية كنص واحد بالانجليزية وهضغط على ارسال هنبدأ ان احنا ناخد الكلام ده كده لان ده المناسب له هنا بتاعنا هناخد كل ده كده كوبي ونرجع تاني على موقع السونة هنحط هنا الكلام بالشكل ده بعد كده بيجي يقول لك انت محتاج بقى هنا مثلا ممكن نسيبها زي ما هي او ممكن نختار على حسب انت حابب تعملها ايه وبعد كده بنكتب العنوان هنسيبه زي ما هو بعد كده اضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لي اغنيتين نختار ما بينهم هتظهر عندك النتائج هنا عمل هنا اغنيتين اتنين تعال كده بقى نشوف لما ندوس على ده هيحصل ايه اولا هتلاحز هنا ان ديك كلمات بتاعة الاغنية فطبعا هو هيبدأ يغني الكلام ده تعال كده نشغل هتظهر معنا هنا نضغط على تشغيل موسيقى 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 بصراحة اجربة جميلة جدا قدرت ان انت تعمل اغنية تعليمية تقدر طبعا ان انت استفيد من اغنية دي لو انت عملت لها ان انت مسلا تعمل بها محتوى تعليمي او ما يشاهبها زلك نقدر نحملها من هنا هنروح لدونلود نختار ونحملها تلقينا عندنا على الجهاز كملفة او كصيغة وبكده يبقى انا عملت معاك خمس تجار باحترافية باستخدام الذكاء الاصطناي وبكده يبقى انا ما عملت معاك خمس تجار باحترافية باستخدام الذكاء الاصطناي تقدر دلوقتي ان انت اتطبق كل اللي انا عملته ده وتعمله بنفسك وتعمل حاجات احترافية اكتر بكتير ولو عايز تتعلم اكتر عن ادوات الذكاء الاصطناي وازي تستفيد منها ممكن تشوف كل فيديوهاتنا على يوتيوب بشكل مجاني تماما وان شاء الله تستفيد ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة الفعل زي الجرس علشان تشوف كل فيديوهاتنا ولو عجبك الفيديو بتنسانش بلايك وتعليق عشان تدعمني وفي النهاية السلام عليكم